طيب يا عادل لك أول دقيقتين بس خلي الشاشة تطلع يبدأ التايمر فهد أول دقيقتين أنت قلت لك يا عادل أول دقيقتين فهد أقصد عذراً الشاشة هذه الكاميراة هذه الكاميرا لك يا فهد يا جماعة أنا هذه أنت هناك عادل هنا طيب لا مو بهذه هذيك هذيك جاهز يا عادل يا فهد أنا جاهز أحبك يا عادل كل شي يقول اسمك لبع عينك طيب يا فهد استعم بالله أبدا أنا الأمانة كلما أطلع معي واحد شغل المايكة عادل كلما أطلع معي واحد من الشباب هنا التها في السناب والتها في التوك توك والإستجرام أنا هنا لكم أنتم وبتحدث باللي في داخلي أنا جاي بحديث منه ولا منه أو شيء أتكلم عنه الصحة البدن عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا أردت أن يصح الله بدنك فأكثر من الصدقة وقسم لكم بالله ثم أقسم لكم بالله ثم أقسم لكم بالله يا ما جاتني ضيقة أنا يا فهد محدثكم وتصدق تقسم لكم بالله أنا ربي فرج همي والدتي تروح مستشفى تروح أقول لك في اليوم تروح مرتين أنا أدخلها الطواري مرتين من القيلون ونذاء والله هنا تقول يا فهد تصدق ولا هي تصدق أنها ربي يا خيد أنا ترى ما أعرف أعبر لكن سبحان الله دعوات تأتي من الغير سبحان الله يمكنها لك دوة يمكن لك علاج يمكن لها لك وش أقول وتصدقه والله أن الصدقة 250 ريال قسم بالله أن تعطيها في سبع وقاف أنها تروح للمستحقين أنا يا فهد رحت للوقف ورحت للأرض نفسها والله ثم والله ثم والله أنها تبعد عن الحرم عشر وش عشر دقاء كيلو كيلو واحد الناس الرائحة والجاية يعني أنا أتأمل أنا ووليد قشران ومصلط أشوف ناظر أقول يعيال هذه بالله بتسير عمارة طويلة ومردودة بيجي ل المطلقة اللي لا عندها لا لا زوج يعطيها ولا تصدقه تصدقه والله ثم والله أنا الحمد لله أنا ربي أكرمني الوقف الثاني هذا وإن شاء الله بإذن الله بيكتمل الوقف اللي قبل في برنامج كريزما برضو رحت لا النفس الوقف والله أنه بجوال إذا أني بغي تصور الطفل اللي عطيناه شيك عطيناه شيك والله من الفرحة أنه قام بغى يكسر في نجيل اللي عندي يبي يدخل لمه يبي يقول يمه ترجاني مبلغ يعني يبي ترقوني يبي يشتري له ملابس ولا شيء بادروا بالعطاء قسم بالله والله يا الريال والألف وش أقولكم قسم بالله أنها عند الله سبحانه وتعالى أنها أجر لك يا أخي وش أنا اليوم أصلف معكم ممكن أن تسحر وركب موت لي والله ما تدلون أنا أرجع وأنا ما أرجع سبع ثواني سبع ثواني أي لكن تصدقوا تصدقوا أقسم لكم بالله أن الصدقة أنها فيها راحة أنا بدت فيها بصحة البدن والله أنها فيها راحة انتهى وقتك يا حبيبي خمسة وثلاثة صلوا على من أمرتم بالصلاة عليها اللهم أصلي وسلم وبارك على سيدي خلقك محمد أنا اللهم لك الحمد يبشرون الجمعية قبل شوي أبو غلا وابو فالح وخواني يقول الرابط أنت نزلته أمس ما زالوا تبرون حتى بعد الفجر وأنا أكد لك المعلومة اللهم لك الحمد فهذا مما يسعدني والله العظيم ثم الله العظيم إنه مما يسعدني ليش والله يا أبو غلا والمشاهد الكرم لو تسمعون نبضات قلبي الآن أنها تتسارع فرحا وشوقا حقيقة لما أسمع التبرعات هذه مثل ما قال فهد سبعة أربعة تبرعات هذه مثل ما قال فهد ضع مكانك أو ضع نفسك مكان هذا اليتيم الذي من دون سنة الخامسة عشر بلا أب يروح المجمع يلقى الولد يمشي مع أبوه يشتري له ليبي وهو بدون أب ضعي نفسك مكان الأرملة أو المطلقة التي فقدت من تتكأ عليه والله العظيم من يوم تحطوا نفسكم وتستشعرون نفسكم في هذه اللحظة والله ثم والله أنت تبرع بما تجود به يمينك وبفرحة كل شيء في الحياة هذه تنفقه ممتاز يليتني حتى لو شرتك سيارة ممتاز بعد شهر شهرين تقول والله حرم دفعت 200 ألف 300 ألف تبرد الفرحة إلا المال يروح في الأجر والله ثم والله لو تمر السنوات يبقى نفس الشعور تبقى نفس السعادة هنا أنا فاتح بث الآن توك توك ما شاء الله تبارك الله بلغتهم أني أنا الآن نزلت تغريدة في تويتر ما شاء الله تبارك الله 15 سهم نزلت الآن تغريدة في تويتر فيها الرابط ادخل على الرابط فقط أول ما تدخل على الرابط تلقى فوق تبرع سريع تبرع بما تجد به يمينك لو تقول وش أنا أبي أنا أقولك 250 ريال فما فوق لأن 250 ريال هي سهم 250 ريال هي سهم إذا تبرعت ب50 راح ننتظر أن يجي عليها 200 ريال عشان يعتبر سهم فيوضع في الشاشة لذلك اللي ما يقدر يتبرع ينشر التغريدة أو ينشر الرابط الخمس ثواني راح تفرق فيها للشاشة واشوف تبرعاتكم يلا الله يرزقنا الجنة فيها الآن 23 فهد و17 عادل لا زال فهد متقدم أرخ يدك بصدقة ترخي حبال المصائب من على عاتقك أنا في كلها كلها بتكلم عن نفسي أنا ترى المصائب والله يكمل رجتنا مصائب يكمل رهة كل واحد تجيه مصيبة أقسم لكم بالله اللي يشاهدون الحين أن تلقى عليك يا دين يعليك يا مشكلة مع أي أحد تصدق أقسم لكم بالله أنها أنها تهون مصيبتك يعني زي أنا فهد أيام الجامعة لا يعلم فيها إلا الله لا يعلم فيها إلا الله أني أطلع من الجامعة والله أني أبكي إلينا أصل بيتنا في ظروف في دنيا قسم بالله أن أي أحد على الطريق والله أعطيه لو أنه ريال تؤمنون بالله أني مرة عطيت أربع أربع ريالات ذي للصغار ذي المصيبة قد صارت لي وأنتم عارفينها أني أخذ من رصيدي والله أني معطي أربع ريالات أقسم لكم بالله أني راجع للبيت الفجر أني مدري كيف الأثاث حق والدتي وأنا وعدها أني أسوي لها أثاث وحاجز ومسوي كل شيء والله ثم والله ما أصبحت فالليل الساعة ممسيت الساعة ثمانية ألا جايتني ثلاث ألاف وسبعمائة أقسم لكم بالله بما حل القسم عن اللي حلفت لكم من صدقة صدقت العامل قلت تكفى ادعلي أن الله يوفقني والله أنا داخل الغرفة على أساس أني بقوم ترى بيجوني العمار أمي ما تدل عني أنها جتني الفلوس من صدقة هذه أحد المصايب اللي تجينا وتجيكم تصدقوا تصدقوا تراها كلها مال الله سبحانه هو يختبرها أصلا الله يوم يعطيك المليون ولا يعطيك الخمسمية ولا يعطيك المية ترى يختبرك يمكن تحطها في جيبك ما تعطيها أحد طيب لهمتها والله تصدق فيها أنا أمس جاني اتصال من شخص يعني قلت قلت غريب يدك علي أثرت طلاعي ناظرة هذه البرنامج عابروا قنوات الواقع وأنا من المنبر هذا أقول بيض الله وجهكم يا قناة الواقع على أيتاح هذه الفرصة الهمزة توصل بين الطرفين يعني بين بين المحتاج وبين نحن أن نرسل ترى النحن ما أنه والله فائدة في ذلك أقول لبوه اللهم بس على قراتهم أنا وسيط وأرسل لكم فبادروا بالعطاء الله أني يوفق دلوجيه ويرزقكم فالعشر هو آخر والله أن ما ننساكم من دعاء والله أن تجيني رسائل أنهم يرسلون يا فهد هذه ترى بني عشر ثواني يا فهد هذه تراها لك واني أدعي لهم أن الله يوفقهم يسرهم لهم يا أخي والله أنهم يفرحوني بالريال اللي يعطوني إياه فمبارك المسكين اللي محتاج طيب عادل يقول الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ هنا في نقطتين لازم نوقف عندها خاطب الله المؤمنين أنفقوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ إذن المال هذا اللي اللي في رصيدك الآن هذا رزق من الله سبحانه وتعالى فأجمل ونعمة فأجمل شيء أن تطلب نعم الله بنعم الله كيف يا عادل تطلب نعم الله تتفلسف علينا يا عادل لا 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 أبوي أمي أخوي أختي عطني قلبك اسمعني بقلبك هذه اللحظة أنت يوم تتصدق تبي الله يوسع عليك تبي الله يرزقك الوظيفة تبي زوج صالح تبي الله يوفق سفي حياته كيف تطلبين نعم الله وطلبيها بنعم الله ألا وهي الأموال التي لو لا إرادة الله سبحانه وتعالى لما وصلت في رصيدك دائما نعرج أن هناك في بنك دنيا وفي بنك آخر وماشاء الله تبارك الله ستة واربعين واربع واربعين أقسم بالله أقسم بالله أقسم بالله أخوان أن هذه والله الفرحة والله ثم والله هذه الفرحة ليش؟ بعيداً عن المراكز بعيداً عن كل شيء هذه فرحة عظيمة جداً أنا الحين أنا أشعر فيها ليش؟ لأنني فرحتي أنا حتى فرحتك أنت السهم اللي أنت ساهمت فيها الآن على الشاشة أنت فرح فيه وأنا أفرح فيه وشاركك الفرحة أعرم فرحة في الوجود هي الفرحة التي يشاركك فيها الآخرين سألوا شخص يا أبو فالح وليهنو إخواني قالوا صف لنا الغربة وش الغربة؟ قال أن يصلك خبر صار ولا تجد من يشاركك فيه هذه والله الغربة فالآن والله العظيم ثم والله العظيم الآن 49 فهد المطيرة ما شاء الله تبارك الله 53-50 وباقي دقيقتين وثلاثين ثانية لا نوقف لا نوقف لين يصير التايمر صفر ما شاء الله هنا عندي الآن في بث التوك توك ما شاء الله تبارك الله متفاعلين طبعا يقولون وين الرابط الرابط موجود في تغريدة في تويتر ومنزلها الآن أنا ادخل على الرابط تلقى تبرع سريع تبرع بما تجد به يمينك ويا حلوه إذا تبرعت 250 ريال فما فوق وقبل لا تتبرع أشرك العالم كل يبون فيها النية أسأل الله جل في علاه أن يحرم وجهك من النار قل آمين آمين طيب بس أبأخذ تعليق الشيخ يا فات تسمح لي الشيخ ماذا تقول الآن الشيخ 55 فهد المطيري و 57 عادل بنية سهل مين للفرج هذا التنافس اللي يطلق الوجه ويبيض الوجه بيض الله وجيكم رحم الله والديكم لأن عندكم محزم مليام ما يتحدد لأنت يا عادل ولأنت يا فهد بيض الله وجيكم وجيه كل من بذل لأنكم الآن قاعدين تحمسون الناس الفعل طيب وفعل خير وفعل يطلق الوجه أسأل الله أن يسعدكم ويعطي كل من أنفق خلف الله يجعلهم يشوفونه صلاح في أنفسهم في أولادهم في أزواجهم وبركة في أموالهم الله يجعله يا ربي يزيد ما نقص مالهم من صدقه بل تزده بل تزده فأبشروا بالخير قول النبي صلى الله عليه وسلم الله يزيدكم ولا ينقسكم وماشاء الله تبارك الله ولا عدك درقوا شيئنا والله كلهم ودهم يقول هذا ولد عمّن وهذا ولد خاله وهذا قريبا ما لقينا مذيلا فهد نسيبي وهذا طال عمرك ولدي لي أنا خالة فهد من هنا لكن كلكم فايزين عندي أربعة وستين عادل بن هيف وسبعة وستين فهذا باقي دقيقة فهد يقول يقول عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يتبع المية الثلاث فيرجع اثنان ويبقى واحد يتبع أهله وماله وعمله فيرجع أهله وماله ويبقى عمله ويبقى عمله المال والعيال يبقى عملك يعني بعد موتك ما يبقى العمل استانس روح سافر تعال بس أعط أعط من مالك القليل صدقني والله أنا يرزقك الله صدقني والله أنا يرزقك الله صدقني والله أنا يرزقك الله يعني تدفع عند مئتين وخمسين في هذا الوقت أم الأوقاف في مكة يعني شرف الزمان ورمضان شرف المكان مكة المكربرة أربعة ثواني يعني أعلم الله أنا يوم أني حضرت هناك قسم بالله أني ارتحت من السع قص عادل عادل ثلاثين ثانية ما بقى لها سبع وعشرين ثانية خلونا يا جماعة نخليها جحفلة تاريخية ونخليه انتصار عظيم في الخير انتصار ما هو لي أنا انتصار حتى لك أنت الآن اثنين وسبعين فهد المطيري واحد وسبعين عادل خمسة عشر ثانية أنا أضمن لك إن شاء الله في العشر ثواني راح يكون في جحفلة تاريخية بهمة الناس اللي يتحب الخير أسأل الله جل في علا هني وفقك جات الجحفلة من فهد باقي عشر دواني ما انتهينا يالله يا ربي كريم ثمانية وسبعين ثلاث وسبعين ما شى الله ما شى الله تبارس أربع ثواني سباب عليكم توقفون انتم ما شى الله ثانية ثانية ماشالله واحد وثمانين سهم فهد ثلاث وسبعين عادل ما شى الله تبارس فهد المطير يكفو الله يكتب جرك خمسمائة نقطة وعادل كفو قاذل الله يوجهك شباب قربوا عندي كلكم جميع خمس فيه تقتل فهد المطيني أنا مطرني قطل إن شاء الله إن شاء الله عليك فهد استاهل 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 فهد طيبة شباب شباب نبي التتشين الآن لأمن الشيخ بيمشي أريد أن يكون بحضوره لأنني بيلحق الصلاة نبي التتشين إذا جهز علموني طيبة شباب إحنا عندنا الآن بيض الله أرجعك عندنا أمرين التتشين إن شاء الله هو من حوال ثلاث دقائق أو أقل دقيقتين